السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا سؤال مهم جدا. معناها بس الوعد يحصل على الدائمة ويترك الشغل ما بيسحبه. طبعا هون سؤال الاخ بيقصد انه اذا كان شخص كان طالب لجوء وحصل على اقامة دائمة بموجب عقد العمل. فهل بتم سحب الاقامة بعد ما يترك الشغل او في حال هو يترك الشغل بعد حصوله على الاقامة الدائمة مباشرة. الجواب انه بالاحوال الطبيعية لا ما بتنسحب. لكن في حال وصلت معلومات للهجرة انه انت كنت متفق مع صاحب العمل ان انت بس تشتغل عنده فترة معينة. وبعد ما تحصل الاقامة دائمة تترك الشغل. فهون بتصير فيه مشكلة وبصير فيه تحقيق بالموضوع اذا ثبت اه هذا التلاعب. اه فممكن سحب الاقامة لانه انتو هون تحيلتوا على القانون حتى تحصلوا على الاقامة الدائمة. طبعا هذا التحايل بيحتاج اثباتات. الهجرة ممكن تطلبها من الشخص حتى تأكد انه ما احتل عليها. مثلا ممكن يطلبوا اه كشف حساب ويطلبوا اه بيانات الشركة اللي بيشتغل فيها انه فعلا هني دافعين الراتب بشكل مباشر وانه هو مرجع لهم اه الاموال اه تحت الطاولة او ما دفع لهم اموال اه تحت الطاولة حتى يحصل على اه عقد العمل وبالتالي يحصل من خلاله على الاقامة الدائمة. اما بالنسبة للحالات الطبيعية يعني مثلا شخص هو ما اتفق مع صاحب الشغل او صار في بينهم مشكلة او اه لقى شغل تاني او غير شغله او اه صاحب الشركي هو اللي اه صرحوا من العمل فبايك حالات بالحالات الطبيعية متما ذكرت ما بتأثر اطلاقا لكن اللي بيأثر هو التحايل فقط. اتمنى تكون وضحة للفكرة وبالتوفيق للجميع.